الشيخ مع الأخ إهاب من لبنان تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيّك حال الشيخ إن شاء الله مرتاح حيّك الله وإياك تفضل حيّك دائماً هيك منور فضلت الشيخ أنا حقيقة المرات لما أحس بالتعب أنظر إلى وجهك الكريم البشوش لأنه نظر إلى وجه العالم عبادة عند السؤال فضلت الشيخ أنا كنت في عرض أنا كنت في حرب تمول كنت أساعد الروابط في حزب الله هل أتن على ذلك؟ أما السؤال الثاني فضلت الشيخ بس عفواً هل عدت من ذلك؟ هل عدت إلى رشديك ويتبت إلى الله من هذه المساعدة؟ نعم أنا كنت أساعدهم غز إسرائيل هكذا كان منيتي هل أعاسب على هذه النية؟ طيب نعم على هذه المساعدة النية انقطع الاتصال مع إيهاب من لبنان الذي قال سماحة الشيخ إنه كان يساعد الرافضة عندما كانوا يدعون أنهم يحاربون إسرائيل معتقداً أنهم على حق وهذه المساعدة من سماحة الشيخ هل يأثم عليها وقد عاد وتاب؟ إذا كان قصده هذا عن جهل منه لعل الله يمنع بالتوبة النصوح وإلى الحقيقة خطيرة الساعة الرافضة على المسلمين هذا ما يجوز لأن معاونة غير المساعدة المسلمين من نواقع الإسلام لكن أرجو إن شاء الله أن يتوب إلى الله مما حصل ويستغفر واتوب إلى إهدام جزائكم الله خير سماحة الشيخ على جوال البرنامج الأخ أبو معاذ يقول ما حكم التو نعود إلى مصر جارة ليبيا معنا من هناك محمود تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته حيال الله مقت المملكة العربية السعودية عندي ثلاثة سيلة فضيلة الشيخ تفضل السؤال الأول هل يجوز لعن الشيطان أما السؤال الثاني فضيلة الشيخ هل المنية طاهر عندما كانت عائشة تمسح المنية من توبرة الله سعى السلام وهو يصلي أما السؤال الثالث ما رأيك بالشيخ عدنان العرعور الذي كان شغل دنسيا طيب كنت حلو ممتاز جدا يا محمود ليل الأخير سرت حامض مرة نعود إلى الأسئلة سمحت شيخ ظافر من مصر قال شيخ نعود إلى أسئلة محمود قال هل يجوز لعن الشيطان الله جل وعلا قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة يا مدين وقال ويتبعون إلى شيطان مريدا لعنه الله فلا شك أننا لعنه لكن تعبدنا بالتعوذ منه فهو أفضل قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه سميع عليم فهو مدعون بالعنة الله له ولو نعمل في شيء لكن كون تتعبد وتعبدنا بالتعوذ من شره هو أولاد جزاكم الله خير سأل أجلكم الله عن المني هل هو طاهر نعم طاهر ودلع طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة كان تحكه كان يابسة وتغسي وكرطبا مما يدل على أنزم الجسم وإنما هو تغسي باب النظافة لأنه أصل خلق الإنسان جزاكم الله خير سمحت الشيخ تقول على الجوال أنا معلمه علي بينما على الجوال سمحت الشيخ سائل يقول هل الإغماء والبنج الكلي والغيبوبة توجب الغسل الفقه يقولون من أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم يستيغتسل فلجنوب الإغماء من الجنون أو مذا السنة لو يغتسل جاءكم الله خير سمحت الشيخ على الجوال أو على الهاتف معنا الآن الأخ أبو سفيان من العراق تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سراحة فضيلة الشيخ عندي ثلاثة سلة فضل عزيزي السؤال الأول فضل نعم ما هو ردكم على الشيخ الكبريسي الذي وصفه معاوية ويزيد بأنهما نواصب ولا يجوز موالاتهما طيب السؤال الثاني السؤال الثاني فضيلة الشيخ ما قولك في مسألة أن الله سبحانه وتعالى فوق في السماء وأنه في أحد الكتب قرأته أنه يشير إلى الله أنه في السماء وأنه ينزل من العطش دون أن يخلو منه العرش السؤال الثاني فضيلة الشيخ ما هو قولك في قول النبي سعى السلام ما قومها وقولك في قول النبي سعى السلام أن منها هنا يخرج الفتنة وأشار إلى جهة نجد وقال منها هنا الفتنة وأشار إلى بيت عائشة كيف يفسر هذا الحديث والسلام عليكم عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته طيب شكرا لك عزيزي أبو سفيان سماحة الشيخ ردكم عموما على كل من انتقص من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتحديد معاوية رضان الله أولا أصحاب رسول الله هم خيرة الخلق اختارهم الله نصفة نبيهم ونصفة دينه قال وهم جميعا على خير ولهم متفقين فضل قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبلة وقاتل أولئك أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد وحسنا فالترضي عنهم ومحبتهم دين لأن الله جاءتنا عليهم في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين نتبعهم بإحسان رضي الله وعنه أما معاه يمس فيها فهو أمير المؤمنين وخال المؤمنين كاتب الوحي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثق به صديق وعمر وعثمان و الله الشام بعد موته أخي ززيد فجمع العمر بين أمير الشيء من كلها واستمر في الأمر أربعين سنة ما بين خليفة وما بين والي للخلفاء أمير المنوعة معاوية عرف التقوى والحلم والفقه والحلم والرفق والفقه عرف بكل خصان حميدة عهده عهد زاهر حتى قال بعضهم لو رأيتم عهد المعاوية قلتم هذا المهدي لما فيهم الخير والصلاح والتقوى والجهد بسبيل الله هذا الرجل عانم على أمة ومن فضلائهم وفقاههم والفتوى منهم كتب كاتب صباح هذا اليوم يقول في كتابته إني أشك في إيمان معاوية وأشك في إسام معاوية ويتيمه بالنفاق وكذب هذا والعياذ بالله مقالة إما أن نكون جاهلا وإن يكون عن علم فأظنه غير مسلم أظنه غير مسلم لو كان في قلبه مذ قال ذرة الإيمان لما قال فيما قال فالقالب معاوية وفي ابنه القالب معاوية قادحون في غير محله ظالم أموس يزيد ابنه يزيد أمير المؤمنين وإن يكن ما يكن علي لكن أمير المؤمنين وله مواقف طيبة غزل الصائبة في عدي أبيه غزق السنطينية وكان في ضمن جيشه أبو أي بن صيد صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقدح فيه وأخذ آراء الأعداء والخصم فيه هذا من الجهل من نعم يقول يزيد كخير الناس له وعليه لكنه أمير المؤمنين ارتضاه المبايع أما أبوه معاوية فرجل صحب رسول الله صفي رسول الله كتب الوحيبين رسول الله خال المؤمنين أمير المؤمنين لا يقدح فيه ولا في صحبته ولا يتهم شيء إلا منافق معلوم النفاق في قلبه مرض ولهذا قال الله عن المنافق ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ها سبوا معاوية وسبوا أصحاب رسول الله وقدعوا فيهم وتنشيح سمين تيمية بالقذف والكلام السيء ودعوا تشهر عن دوها ورحمه الله وأسأل الظن بها بل تعد ضرحة البخار ومسلم وإمج السن قدعوا فيهم وقالوا فيهم ما قالوا لأن هؤلاء ليسوا بمسلمين على منهج ضال ومبدأ سيء فنحن نحب معاوية ونلعن من قدح فيه ونعتقد خبته وضلالة وأنه عاصل لله مخالف شرع الله مخالف الإجماع المسلمين هذا هو نعتقده فالواجب عن المسلمين تعظيم أصحاب رسول الله ومحبتهم وعدم الغلو وإنما نحبهم ونواليهم لمحبة الله رسوله وجهاده بسبيل الله وتحكيم الشريع وقيام الواجب فمعاوية رجل صالح أمير المؤمن اتبق المؤمن على ولايته وتناذو الحسن الذي يضير عنه عن طوع واختيار منه ورذي به المسلمون واطمأنوا إليه وأقرروا له بالولاية وعلموا صلاحه وتقوى وكان بارا بأمهات المؤمنين محسن إليهن إحسان عظيم ومكانهم عظم الصحابة ومنزل منازلهم رضي الله عنه وأرضا نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ في دقيقة آخيرة تبقت لنا في هذه الحلقة نتناول سؤال أبي سفيان من العراق قال ما قولك في مسألة أو ما قول سماحتكم في مسألة أن الله أو من يقول أن الله فوق في السماء وينزل من العرش دون أن يخلو العرش منه نعم نعتقد أن الله عالي فوق فوق سماواته مستوين على عرشه بائن من خلقه ينزل إلى سماء ذو كل ليلة نزولا يليق بجلاله لا نقول نزولا يليق بجلاله لا نستكي ليس كما يستمع بصير فهو علي في دنوه دنيو في علوه ولكن نزوله لا يخل بشيء من علوه فله الحكمة البالغة والقدرة الناف جل الله متقدسة إله ومعبودة رزاكم الله خير سمحت شيخ لما تفضلتم به من إجابة الإخوة والأخوات المشاهدين ومشاهدين الله خير معنا الأخ سعيد من مصر تفضل يا سعيد سعيد وعليكم السلام كيف حالك فضلت الشيخ بخير وعادي ثلاثة سئلة لفضلت الشيخ السؤال الأول فضلت الشيخ هل يجوز لنا أن نقول في التحية بدل السلام عليكم نقول بدل السلام عليكم نقول صبح صبح يا عم الحاج أو كيف حالك أو كيفك أما السؤال الثاني فضلت الشيخ أنا قرأت حبيث للنبي سعى السلام في الصحيح في الصحيح الشيخ الألباني قال عنه حسن أنه قال رسول الله عن النبي سعى السلام قال لعلي والفاطمة والحسن والحسين أنا حرب لمن حاربتم وسلما لمن سأتمتم فما حكم من حارب هؤلاء من الصحابة والتابعين أما السؤال الثالث فضلت الشيخ ما ردكم على ما نقل على أن النبي سعى السلام لعله في أيام الجاهلية كان يبيع ويهد القمور كما قال في ذلك طيب 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 سعيد 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 ما لدعي مثل الأسقاطات غير الجيدة في توقيت انتهى فيه كل هذا الأمر عمما أشكرك يا سعيد وأطرح سؤالك الأول الذي قلت فيه ووجهته لسماحة الشيخ وإن أدنت لي سماحة الشيخ وسعيد نرجعه قليلا لنتحول إلى الجزائر نستمع إلى من الأخضر تفضل طيب طيب شكرا الأخضر سعيد سماحة الشيخ يقول هل يجوز أن نقول بدل السلام عليكم صباح الخير مثلا لا يعني يقول يا أيها النبي الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن وردوها ويقول جل وعلا أسلموا على أمستحية من الله وبالحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا أدخل جنة حتى تؤمنوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تتحبوا ألا أدلكم على شيء إذا فأتحببتم أفشوا السلام بينكم سلم المسلم سلم عليكم خلق لما خلق الله آدم أمره سلم على الملائكة فقال السلام عليكم فقال وعليك السلام فسنة المسيخ السلام عما كيب حال ذلك هذه teكون ثنائية لكن أصب إذا لقيت سلم عليكم السلام عليكم ولهذا حق المسيح المسلم أن يسلم السلام عليكم جاكم الله خير سمحت الشيخ الأخضر يقول ما حكيت أو قبل الوصول إليه فلا مانع من ذلك بزاكم الله خير سماحة الشيخ نتلقى بعض الاتصالات الهاتفية معنا الأخ أبو عمر من العراق تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالأخ أبو عمر تكرم أبا عمر لم تصدق في قولك أبو عمر وعمر أشرف منك وأبرك منك ولا تستحق أن تدخل في هذه الحلقة للمداخلة وللإضاح فقط للمشاهدين الكرام هذا المدعي أبو عمر يتصل في أكثر من حلقة ويدس سما في أسئلته فتأذنون لزماحة الشيخ وأتلقى اتصال أم جانس سعودية تفضل أعتذر للأخوة الذين أرسلوا في رسائل كثيرة يسألون عن سبب يعني ردة الفعل مع من أسمى نفسه وأبو عمر في بداية الحلقة من العراق للإضاحة فقط لمن لم يعني يفهم ردة الفعل هذه هذا الأخ ليس أخ ليس أخل لنا الحقيقة هو من رافضة العراق تعود أن يتصل في هذا البرنامج في برامج أخرى في القنوات الإسلامية أبو محمد عفوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته حيالة فضيلة سموتي المملكة السعودية عندي سؤال عن فضيلة الشيخ السؤال أول حول قضية أنه مسألة إرضاء الكبير هل هو عن طريق الحلم مباشرة أم عن طريق القدح أبو محمد هذا العراق هذا السؤال سار يتكرر بنفس الصوت وبأكثر من كنيا في متصل آخر ولا أعد لسماحة المفتي